يا سيدي فضيلة الشريف محمد الياس العطار القادر أخذك الله تعالى اسمي أسامة صابوني من حلب عندي سؤال بمناسبة مجيء الشهر المبارك ما هي الأطعمة الغذائية التي تناسب هذا الشهر شهر رمضان؟ ما هي الأطعمة التي لا تناسبه؟ وكيف أستطيع أن أتخذ نظاماً غذائياً؟ وساعدني على طاعة الله تبارك وتعالى أجيبونا من فضلكم؟ يسأل الأخ عن الاستعداد لرمضان واستقباله وما هي الأغذية التي نتناولها في رمضان حتى نقضيه بصحة مع الاهتمام بالصيام والعبادة كان السؤال يتعلق بالغذاء مع أن صيام رمضان نفسه صحة جاء في الحديث الشريف ترغيباً فيه صوم تصحوا وهذا حق أن الصوم يجلب الصحة ولكن البعض عندما يمرض يمكن أن يقع في الوسواس كيف حدث هذا؟ يداك أوكتا وفوك نفخ هناك عدد كبير من الناس الذين يضرون بصحة أنفسهم في شهر رمضان ربما تقول كيف ذلك؟ نعم إنهم يتناولون الوجبات الثقيلة في السحور يتناولون الأطعمة الزيتية والمقلية يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة بحجة أنه لا يأكل طوال اليوم كذلك عند الفطور يتناولون الأطعمة المقلية من الكباب والسنبوسة والأطعمة الزيتية بشتى أنواعها بعد أداء صلاة المغرب يتناولون مرة أخرى طعام الذي لم يتناولوه طوال اليوم والآن يعودون كل ذلك عند السحور والفطور ثم بعد صلاة الترويح يتناولون بعض الأشياء من الأطعمة ويمكن أن يتناول البعض وسط الليل وهكذا يكثرون من تناول الأطعمة المختلفة طوال الليل والآن مع هذا الحال ماذا تفعل المعدة؟ كيف تهضم المعدة كل هذه الأطعمة؟ حال الأطعمة المقلية مثل الكباب والسنبوسة التي يكون فيها الزيت فإنه يطوي الأطعمة الأخرى العادية من الخبز والأرز واللحم ونحوهما التي نتناولها عند الإفطار خاصة فالزيت يلفها في داخل المعدة عندما يتم تلفيفها فلا يصل اللعاب المهضم يعني الرطوبة التي تهضم الأطعمة أنها لا تصل إلى الأطعمة الملفوفة بالزيت وذلك يسبب عدم هضم الطعام في المعدة فإذا لم يهضم الطعام في وقت مناسب فإنه يؤدي إلى الإمساك والقبض وهناك مقولة طبية يقال أن أم الأمراض القبض وفي عرفنا هو الإمساك يعني فالقبض يحوي أمراضا كثيرة جدا لذا يزيد تدفق المرضى إلى العيادات الطبية ولسيما في الأيام الأخيرة من رمضان والبعض يكون مريضا حتى يوم العيد ومنهم يكون منتظرا لليلة السابع والعشرين من رمضان وعندما يصل إليها يكون مريضا والذي يأكل كثيرا تصيبه أمراض البطن بشتى أنواعها ولا حاجة لذكرها لأن عددها كبير وإنني قد توصلت إلى نتيجة أن أسباب ذلك هي كثرة تناول الأطعمة ويتم تناول الأطعمة المخصوصة في رمضان يعني أطباقا خاصة تؤدي إلى مصيبة عظيمة بالطبع الأطعمة التي لا نتناولها على مدار السنة نتناولها في رمضان واعتقدين بأنها نعم حصلنا عليها في رمضان بالفعل إنها نعم كذلك الفواكه هي نعم ينبغي تناولها وهناك أيضا نعم أخرى كثيرة إذا نظرت إلى الأسواق ستراها ومعلوم إذا شربت المشروبات الغازية ذات اللون الوردي ثم تناولت الأطعمة المقلية كيف يمكن لك هضمها؟ لا شك إنها نعمة دنيوية ولكن قد تسبب نقمة لذلك أخي النعمة التي تتناولها حاول تناولها قليلا بالنسبة للكباب والسنبوس ونحوها ولكونك إنسانا يميل قلبه إليها فينبغي أكل نصف سنبوسة مثلا أو سنبوسة فقط وتأكل أكثر شيء سنبوستين أحيانا ولا تأكل سنبوستين كل يوم وإلا ستصبح مشكلة هكذا إذا كنت حريصا على نظامك الغذائي فسيتم مضي رمضان بصحة وعافية إذا كنت تمرض كل عام أو تضطرب معيدتك في رمضان فجرب في رمضانك هذا عندما تتناول الطعام توقف عن تناوله قبل أن تشبع وتناول تمرا فقط في الإفطار مع كأس الماء ولا تلمس الشراب الملون لأنه قد يسبب التهاب الحلق وذلك خطير كذلك الماء ينبغي أن يكون عاديا غير بارد وإذا رغبت بأن تشرب ماء باردا كالثلج فلا يستبعد أن تصبح محلا لإجابة دعاء الأطباء الذين يدعون بكلماتهم اللهم بارك في رزقنا لذلك عليك أن تشرب ماء عاديا ويمكنك أن تتناول تمرا أو أكثر وإذا تستطيع أن تتناول سبع تمرات فتناولها فلا بأس ولكن إياك أن تنظر إلى الكباب والسنبوسة لأنه في وقت الصوم تكون المعدة فارغة طوال اليوم وإذا تناولت في هذه الحال طعاما صلبا قاسيا فستؤذي معيدتك أما تناول التمر أو شيئا حلوا مثله فإنه مفيد للعيون طبعا إذا تناولت شيئا حلوا بعدما كانت المعدة فارغة فإنه ينفعك كثيرا ملسيما التمر وله فوائد عظيمة من المعلوم أن كل شيء نجيب أي أكل إلى حد معين بقدر الحاجة إلا إذا تتحمل الطبيعة كما قلت يمكن تناول سبع تمرات ولكن ينبغي تناول الطعام مع التمر قليلا بمعنى آخر قبل أن تشبع توقف عن تناوله فإذا كان الأمر هكذا فسيبتعد المرض عنك إن شاء الله تعالى وإني أتحدث بشكل عام وإلا فإن بعض الأمراض تصيب الإنسان لا محالة ولكن الحالة التي نراها في رمضان أو في الاعتكاف هو مؤسف جدا أول ليلة من رمضان في صلاة الترويح لا يحدث شيء ولكنه يبدأ بطيئا قد لا يلتفت أحد إلى هذا أو لا يعلم ولكن بعد أن تنظر ترى كل ذلك على سبيل المثال لو كان الصوم غدا فيتناول الناس عند الفطور الكباب والسنبوسة والأطعمة المقلية ثم يشربون الماء البارد ويصبون المسروبات الملونة في البطن بعد يوم يترك كل هذه الأطعمة التي تناولها الأمس والآن المسكين مريض ومعه التهاب الحلق ثم يبدأ السعال والزكام ويصاب بالحمى أو بمرض تلو آخر بعد اليوم الثالث أو الرابع يبدأ أحدهم يسعل في صلاة الترويح ثم الثاني والثالث والرابع كل الأطراف ترتفع أصوات السعال وتستمر بعد كل لحظة أقول هذا لكم من تجربتي ومشاهدة التي رأيتها صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم